برضو أكد على كلام حدريك اللي حدريك قلته أن الوعي والإيمان أن في جميع المخططات المتنورين والحكومات الدول الكبرى المعاونة لهم في كل المخططات أن الوعي والإيمان هو الخطر الذي يجب تدميره قبل تنفيذ المخطط بالكامل يعني الوعي والإيمان عند البشرية الوعي والإيمان عند البشر بدون تدميرهم لن ينفع أي مخطط من مخططتهم ليه؟ لأن برضو عايزة أذكر الناس اللي هي بتفتكر أن احنا هنا مثلا بنروج للمسونية أو بنهول من قوتها أو كده أن لما ربنا سبحانه وتعالى قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل القوة اللي ربنا أمرنا بيها ليست فقط القوة العسكرية ولا المال والعتاد لكن الغالبية من القوة دي هي قوة الإنسان نفسه هي إيمانه وعلمه والتمسك بوعيه ربنا سبحانه وتعالى يعني لما حكلنا على مشهد من مشاهد مقولات الشيطان في يوم القيامة لما بيقول لأتباع وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم النقطة هنا أن الناس فاكروا أن أتباع الشيطان هم الكفرة والملحدين والمنحلين وبتوع الإباحية بالعكس يعني أكبر أتباع الشيطان أو أكبر الناس اللي هي ممكن تدخل النار هي الناس اللي رادت على نفسها التغييب والتضليل أو رادت على نفسها أن هي ما تعملش بالأساسيات اللي ربنا أمرنا بها في دينه اللي هو البحث والعلم والتمسك بالإيمانيات والسعي وحماية أنفسنا وعداده قوة لن تهزمنا أي آلة عسكرية مهما بلغت قوتها إلا إذا هزمنا من الدخل وعشان كده هم بيعملوا بكل القوة على هزيمة الإنسان من الدخل داخله هو يعني يعني فيه حروب بتدور غير مرئية للهزيمة النفسية للهزيمة كذا حتى الإعلان عن آليتهم العسكرية وأحدث الأمور دي نوع من الحرب الإعلامية يعني إحنا مثلا الناس اللي بتفرج على منورات الجيش المصري مثلا العملية بدر العملية كذا العملية كذا بيتفرجوا ليه الجيش المصري مثلا بيستعرض أحدث ما عنده وأكبر منورات عنده لأن ده نوع متعرف عليه على مستوى العالم من الحروب الإعلامية هم بقى بيقودوا حروب إعلامية أعتب كثير لهزيمة الإنسان من الدخل إنك تحس إنك لا يمكن أن تقاوم هذه القوة إنك تبقى منهزم داخلية ليه بقى حروب نفسية كثيرة السينما بتاعتهم عملت هذا كلام هليود عمى السوبرمان الإنسان السوبرمان السينما وكذا وإن شاء الله هنفتح موضوع عن الوجه الجديد للحرب والكلام ده كله بس هم بدون هزيمة الإنسان من الداخل لن يستطيعوا تدمير أو السيطرة على هذه الأرض عرفتنا الوعي والإيمان الوعي والإيمان يعني هم الاتنين مرتبطين بعض يعني إن الله سبحانه وتعالى يعرف بالعلم وعشان كده أول أول كلمة نزلت من الوحي للبني إدم هي إقرأ وباقية الآية بتحس على العلم علم الإنسان ما لم يعلم فأول مخبط الله سبحانه وتعالى للإنسان كانت العلم وبعدين إحنا الحمد لله مثلا طبعا كل الأديان كلها من إله واحد والأديان كلها حست على الفضائل والبحث والقوة وكذا لكن دين الإسلامي فيه تميز بالسعي للعلم والبحث وكل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق كل سيروا في الأرض الإعجاز العلمي في القرآن كل ده ما جاش هباء إحنا لأسف إحنا بنسيب الأخرين هم يكتشفوا الحاجة أو يكتشفوا الجديد يكتشفوا كذا وبعدين هم يقول آه ده ده مسكور في القرآن سبحان الله طب أنت عملت إيه باللي أنت مسكور في القرآن أنا عايز أقول أن هم بيهدموا الإسلام بيخلوه في بوتقة معينة ليس الإسلام الحقيقي اللي هو بيبني فرض قادر على بناء مجتمع قادر على بناء وطن قوي قادر على أنه هو يعوم الخير على الأرض هم عايزين الإسلام ينحصر في مظهر التطرف اللي يستفت فيه فيه ده خلونا في الشكل وشابه المضمون والتطرف والصدمات مع بعض في حين أن والبعد عن الأسيات والخير والبناء والقوة أنا عايزة بس يعني بسرعة أنا أقول ناسر هو أعدوا لهم ما استطعتهم من قوة القوة دي هي الإنسان نفسه قبل ما يكون الألة العسكرية والعتاد بتاعه الإنسان نفسه فأنا لو على وعي بديني وعلى إيمان بديني وعلى يقين بالدين وعلى يقين بولود الله استحال مخططهم هما يصل بالزبط تمام زاد أن ربنا سبحانه وتعالى له حاجات الناس يعني مش حاسة بقدقي الحاجات دي خطيرة زي ما احنا اتكلمنا مثلا قبل كده عن الطاقة الكونية دي طاقة عظيمة جدا وكل ما خلقاه الله على الفطرة هو خير يعني كل ما خلقاه الله بفطرته هو خير عشان كده كل فعل الشيطان أنه هو يضاد أو يعمل الضد لفطرة الله فكل ما هو خير وفطري مش بس يعني يعني مثلا رسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا عبادة مثل التفكير أو التفكر أو التدبر أنك انت التدبر بيخليك تسرح في ملكوت الله تتعلم ده بالتالي بيطفي عليك خشوع الخشوع ده بيطفي عليك طاقة إيجابية لأن إحنا زي ما قلنا أنت المحرك للطاقة اللي حولك أنت القرآن كان في أصله طاقة نورانية قبل ما يبقى كتاب مقروء كان أصله نور من النور الأعلى أنت اللي بتحوله لهذه الطاقة وهذه الطاقة غير محدودة بس يجب مواقرة في القلب يعني الخشوع اللي أنت تشغل قلبك لأن ده مش كلام يعني الناس بتاخده على أنه هو كلام وإحنا عارفين وإحنا كذا لكن ما بتجربوش فعليا أن ده كلام فعلي وكلام علمي وكلام مثبت أن القلب محرك مغناطيسي ليس قالة بس للنبضة هو محرك مغناطيسي وبالعكس بيرسل آلاف الرسائل ذات الطبيعة الكهربية وذات طبيعة المغناطيسية للمخ أكثر من المخ ما بيرسله فالقلب حتى القلب لوحده عضو واعي والأغرب من كده أن كل خلايا في الإنسان هي عضو واعي يعني في حاجة اسمها وعي الخلايا وده اللي اكتشف حديثا أن كل خلية وعية بحد ذاتها فكل ما هو في الإنسان هو واعي والإنسان هو اللي بيسيطر عليه بعقله العقل غير المخ العقل غير المخ العقل هو التعقل اللي هو كيفية الإدارة اللي هو عقلك زي برضو ما القلب غير الفؤيد فهي النقطة أن أنت اللي بتحرك هذه الطاقة حواليك فيه طاقة كونية ممكن أن أنت تاخدها بصورة إيجابية ممكن أن أنت تتعبد تتعبد تخلق طاقة من نفسك وتخلق تحصين لنفسك لأنه زي ما قلنا أنه ده بينعكس على الهالة اللي حوالين الإنسان كل ما بيزيد خشوعك إيمانياتك ارتباطك بالفطرة ارتباطك بالخالق ارتباطك بالسعي للخير حتى عملك إتقانك عملك كذا ده بيعود عليك بالتحصين بيقوي الهالة بتاعتك وبيقوي منعتك يعني بينعكس كمين ماديا على الجسد نطلع من ده كله عايز بس عشان نطمن السادة اللي كانوا بيتكلموا أنه ممكن نكون أنه نحن بنهول أو نعمل التهويل إنما هو لا تهويل ولا تهوين إنما هي دي حقائق مولودة ومصبتة ولا منريب وما تيلي الدكتورة رايبة أفلام كثيرة ليه ده فيديو ما حدش يقولي طب مين ده يعني عايز أقول فتعالوا نتعامل مع المسألة بحيادية تعالوا نتعامل مع المسألة إن ده أمر هذه المسألة لأن ده ده جاي جاي يعني اللي مش مصدق ده جاي جاي لأنه حتى الحروب اللي شغالة حولنا وحتى الحرب اللي موجودة في المنطقة وحتى الحروب التي ستفتحدث في المنطقة قريبا وربنا ما يدعلها تحصل يعني إنما 99% حيبقى في حروب أريب في حروب في المنطقة هنا وفي حالة واحتم بشيعة وسنة شغلانة وكلام من ده يعني ده بتحضر لي بتحضر لي واضح أي حد حيقرح حاجتين وحط كلامنا ببعضه يعرف حنخلص من سوريا حتبتدي حرب تانية نعرف ده لأنه هو ده اللي جاي فلما نعرفه أفضل ما نعرفهوش وهم حاجة في الموضوع كله احنا عارفين أن نستلاح معانا استلاح روى كل واحد مننا وفي عقل كل واحد وفي قلب كل واحد وفي قلب كل واحد الوعي والإيمان وإحزاء أمنا إيمان مطلق بوجود الله سبحانه وتعالى وأمنا بالله يبقى إحنا ولا كل الترسانة بتاعتهم ولا كل الاختراعات اللي عمين يعملوها حيقدروا يكسبونها لأنه كلها عمال شيطانية وفي الأول وفي الآخر الإنسان أقوى من الشيطان بالإيمان ومن كان الله معه فمن عليه هو دي الفكرة من هذا الموضوع